بنسبة التفاصيل يا أحمد عندنا تفصيلة هي مش مستحدثة هي كل سنة لازم فكرة النادي الأهلي بيلعب ليه على الملعب ده ما بيلعبش ليه على الملعب ده وزي ما أنا قلت أحيانا الناس بتطرح قضية بغرض أن هي تشوف حل للمشكلة وأحيانا ناس وزي كابتن خالد الغندور تحديدا وكالعادة بيطرح القضية بشكل يسير التعصب زي ما قلت باعث التعصب الإعلامي في الفترة الأخيرة وبتقييم المواقف كابتن خالد الغندور تحدث عن مباراة النادي الأهلي أمام المحلة اللي تقرر ليها أن هي تتلعب على أستاذ السلام بدلا من أن هي كانت تتلعب في المحلة المباراة الأولى لأن المحلة هي دي مباراته إيه الأسباب؟ وكابتن خالد شاف الموضوع إزاي؟ وحقيقة الموضوع إيه؟ لأن ده حق من حقوق النادي الأهلي اللي دايما بيتم التعجيج الجمهور عليه ونرجع نقول جمهور النادي الأهلي بيحصل معنا شكل في بعض المحافظات لو إحنا شفنا سبب المناقشة الإعلامية للموضوع بالشكل ده هنعرف ليه التعصب بيحصل نطلع ونشوف الفيديو كان معايا الأستاذ حسام عزو نائب رئيس نادي غز المحلة ودخل معايا على الهواء مباشرة وقال لي قلت له يا كابت أنت فعلا فيه كلام من المطش بتاعكم مع الأهلي هي الأمن مانع إقامة المباراة فقال لي هو آه كانوا تلبين منا اشتراطات أمنية وإحنا عملناها وفيه لجنة هتيجي تبص وإن شاء الله خير يا كابت أن احنا عملنا كل حاجة فجئت بالأستاذ حسام عزو النهاردة قبل المطش بيقول هم كانوا طلبين اشتراطات أمنية بس اللجنة ما جاتش وأمن الغربية رافض فاضطرنا أن نقول لنادي الأهلي تعالى نلعب على أرضك الأول وبعد كده نلعب المطش التاني على أرضنا أنا لا أفتش في النواية ولكن بقف عند كلام اللي أكيد غرض واضح المباراة أسباب أمنية فيه تأجيل لي فتقال إن فيه لجنة مفترض تروح فكان الرد إيه إن اللجنة ما راحتش فالأمن أجل الموضوع يوحي في طريقة عرضه إن اللجنة طاقة عصد إن هي تروح فبالتالي ده اللي حصل ناتجته إن الأمن قرر إن المباراة ما تتلعبش في استاد المحلة هي دي أصلا حقيقة الموضوع ولا الموضوع عرض بشكل غير مهني بالمر بص هو على العموم احنا دايما هنا بيدعو إن الأهلي بيدجامل فبنثبت إن الأهلي هو اللي بيساعد كرة القدم المصرية وبيترح دايما الحلول الآخرين الأمر بسيط جدا أي فريق بيحتاج لموافقات جهات أمنية عشان يلعب المباراة على ملعبه لو الفريق ده ما قدرش يحصل على الموافقات الأمنية أعتقد بيتم نقل المباراة من ملعبه لأي ملعب آخر ربما يكون محايد هنا النادي الأهلي داخله إيه في الموضوع بعيد تماما عن الداخل في الموضوع لكن الكابتن خالغاندور أحيانا بيرمي كلام فيه تشكيك في الجهات الأمنية نفسها بفكرة إنها ممكن تجامل مواقف النادي الأهلي لكن كمان تقول إن كمان المشرف على القرى في نادي غزل المحلة حسام عزو قالك إن اللجنة ما جاتش طب ما نسمع الكابتن حسام عزو بنفسه وهو بيرد على الكابتن خالد الغاندور غط النهاردة كان فيه لجنة أمنية جاية للأستاد كان لها بعض الملاحظات في الأستاد عندنا بالنسبة للكاميرات والحاجات دي كلها تجهزات الأمنية فتصال مجلس مسابقات مازل مع النادي الأهلي فالحمد لله اتفقنا إن احنا نبدل المطشين الدول الأول في الأهلي والدول الثاني عندنا إن شاء الله ليه ما 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 خلصتوش الاشتراطات الأمنية الحاجات المطلوبة من استاد غزل المحل عشان اللي ما تحطط تلاعب بقى في استاد غزل المحل هو فاندي يعني معلش حصل حاجة معينة تفهمت غلط كاميرات متحركة لا كاميرات ثابتة فيه أربع كاميرات فيه مشكلة فانا بالتالي الأمن قالك لا دلازت غالي الأربع كاميرات دول كانت ديت طايم بالنسبة لتحد الكرة اللي مدهونا كان انتهى وبالتالي لازم يبقى فيه تحرك سريع ايه والحمد لله وبنشكر نادي الأهل على الاستجابة السريعة بإن احنا غيرنا الماتش ده مكان الماتش اه طبعا لما اتحاد الكرة جي غير المباراة اه خدروا أيكمت والأهلي طبعا نادي الأهلي أنا بقول جاهله الشكر اه يعني انتم الاتنين اه وفقتوا على اغتغيير المحل اه طبع عمرنا اخواته حبايب انت عارف وغزل المحلة لما يرجع افتكر ان ده كلها بتحترم نادي غزل المحلة دي تصريحات مسؤولي كرة القدم في غزل المحلة ولو قفنا على تصريح الكابتن حسام عزو قال ان فيه تأخير من قبل غزل المحلة وده لاتفق عليه الكابتن طاه السيد اللي قال بوضوح جدا بنشكر النادي الأهلي لاستجابته لمطالب غزل المحلة طيب يعني اعلي الصوت شوية لو انت مسامعها بنشكر النادي الأهلي لاستجابته لمطالب غزل المحل اعتقد زي ما بنقول النادي الأهلي هو اللي بيساعد الفرقة الاخرى وبيوافق على فكرة تبديل المباريات مش النادي الأهلي اللي بيتجامل يا كابتن خالد واضح ان الصورة دايما بتوصلك مغلوطة سيد سيما احنا اعتقد وصف ان الصورة وصلته مغلوطة مختلف عن اللي اتعامل يعني انا شايف المواطعات واضحة هو اولها للشيء اللي يدل ان النادي الأهلي بيتجامل في نفس الوقت هنروح بعد كده لمواقف كتير جدا تقول ان النادي الأهلي الموضوع ما فيهوش اي مجاملة ولكن كان بيصير في نسقه الطبيعي بس مهم نقف ان ده اتحاد الكرة طلع البيان الرسمي ليه قال ان لجنة المسابقات قررت بالنتيجة عدم وصول موافقة الامنية لإقامة المباراة على ملعب السلام بدلا من غزل المحلة هنا مهمة جدا الدور بالنادي الأهلي زي ما انت قلت حتى لازم نقف عندها مش بس النادي الأهلي مجرد انه هو طرف المشهد لا كان سهل جدا بس اقول انا مباراتي دي المفروض في المحلة كون النادي اللي غزل المحلة مقدرش يوفر ملعب فانا غير معني بالموضوع اطلاقا والمباراة تتنقل في ملعب محايد وليكن برج العرب او غيره ويجي تتلعب انت الدور الثاني تلعب في المحلة وده اللي ما حصلش لان النادي الأهلي دايما زي ما انت قلت عارف مسؤولياته كويس لا الاهمة في الموضوع انه حتى البيان اللي صدر من اتحاد كرة القدم المصرية الكابتن خالد مقدرش يكمله للاخر يعني هو قال ارى بس موقف الاهلي وغزل المحلة ونسى خالص يرى ان في نفس البيان ان نادي الزمالك ونادي طلاقا الجيش لان نادي الزمالك بيمر بازمة تحديد ملعب في القاهرة بعد اختيار استاذ القاهرة والاصلاحات اللي بتتم في استاذ القاهرة تم الاتفاق على ان مباراة طلاقا الجيش اللي هي كانت المفروض مباراة نادي الزمالك اللي المفروض نادي الزمالك مش لقيله ملعب في القاهرة وبالتالي هتتلاقي ببرة القاهرة تم تبدلها مع مباراة طلاقة الجيش في الدور التاني فأصبحت مباراة طلاقة الجيش هي مباراة الدور الأول اللي هتتلعب في السويس ومباراة الزمالك طلاقة الجيش بتاع الدور التاني هتتلعب في القاهرة فلو هنا حد مستفيد فهم فرقتين نادي غزل المحلة وبنشكرهم أنهم قدروا دور النادي الآلي ونادي الزمالك والطبيعي أن النادي الزمالك يشكر طلاقة الجيش أنهم قدروا الأزمة اللي واقع فيها نادي الزمالك شفتوا الصورة عاملة ازاي والكابتن خالد بينقلها ازاي الكابتن خالد بما اننا بنذكر مباراة الاهلي والمحلة نسا وقع شهيرة جدا بين الزمالك والمحلة 2016 لما تلعبوا المباراتين في القاهرة برضو بعد طلب فريق غزل المحلة احنا بنقول اوه بعد طلب فريق غزل المحلة لان احنا هنا بنتكلم بمعلومات وحقائق لهدفنا تضليل ولا بنطلع جهلين عندنا جهل بالمعلومة قادئ المحلة طلب ناقل مباراة الزمالك من ملعبه بس الاهم بقى في النقطة دي لما اتنقل مباراة الزمالك والمحلة في الموسم ده اتنقلت لبوترس بورت في نفس الموسم كانت مباراة بين الاهلي والمحلة وكان برضو فريق غزل المحلة عنده مشكلة مع الموافقة الامنية ان نادي او النادي الاهلي يجي المحلة اللي حصل ايه اللي حصل موقف طريف جدا فريق الاهلي متجه للمحلة جاتي لفون للفريق اطلع برج العرب لعبوا في اسكندرية طلعوا اسكندرية واتنقلت المباراة في اسكندرية طب ليه ما حصلش كده مع الزمالك لا حصل مع الاهلي فقط لغير ان النادي الاهلي لعب مباراة المحلة في اسكندرية لكن النادي الزمالك لعب مباراة المحلة او مباراة المحلة في القاهرة بس اتحاد القرى والجهات الامنية كابتن خالد بيجاملوا النادي الاهلي اعتقد وضحنا الصورة جاملة فريق لو اضحنا وزي ما انت اتكلمت كمان في حتة ملعب مباراة طلاق الجيش احنا مش مفترض ان انت بتبدل ملعب ولا احنا كنا هل ممكن نطرح ده هنا اعلاميا بدون اي سبب مستحيل ولكن طرحناه لان عندك حالتين متشابهتين تماما خدت حالة فسرتها ان فيها مجاملة النادي الالي وتغاضيت عن موقفك تمام بس فيما يخص فكرة الملعب وتبديل الملعب هل دي وقعة جديدة من نوعها ولا الزمالك اصلا مش طرف حكينا وقعة ونروح ونشوف الاستاذ مازل مرزوق كان بيتكلم عن مباراة الزمالك وبرامدز فيما يخص تحديد الملعب ازاي نطلعون شو لكن انا يعني مش حاضر اقول بالضبط تفاصيل الا ميجي القرار النهائي من الامن وده اتفاق بيننا على التعامل بهذا الاسلوب لكن بقية المباريات بتاعت الزمالك لغاية الاسبوع السادس محلولة كلها ان شاء الله يعني مهندس مازل مرزوق رئيس لجنة سبقات نتام التفاق بين الزمالك ونادي بيرامدز نعم فضل نادي بيرامدز ونادي الزمالك بدلوا الملعبين في الدور الاول والدور التاني نادي بيرامدز ونادي الزمالك اتفق على تبديل الملعبين ما بين الدور الاول والدور التاني نفس الفكرة ونفس المساق اللي بنتكلم فيه هي هي هيا لأ انا بقول هي في بيتها out اه هي في بيتها دي لأ مغزى فيما يخص طرفين المباراة واعتقد الامور اسهل وبردو النادي الاهلي ما كلمش في النقطة دي وان كان ايضا شوفنا وقائع فيما يخص تأجيل مواعيد مباراة مش ملعب كان بيتقال فيه على لسان مسؤولين بشكل مباشر تم الاتفاق بالتراديو ما عندناش مشكلة ان اجل مباراة الزمالك كل ده شوفناه انما كابتن خالد ما بيشوفش ده هو بيشوف حاجة واحدة بس ان انا احط في للمشاهد ان النادي الاهلي بيتجامل واتمنع جمهور المحلة ان يشوف الفريق بتاعه بيلعب على ارضه فيحصل تعصب يحصل احتقان النادي الاهلي يروح المحلة بعد كده الجمهور يبقى مشحون تحصل مشكلة نجي نقول ايه اصل النادي الاهلي كان بيتجامل ما نجيش نقول السبب الصح ان كان فيه اعلامي بيقول معلومات مغلوطة يا وسامي لا بس انا عايز اقول لك حاجة انا عايز اوجه الشكر المسئولي لغزل المحلة لانهم وضحوا كمان الحقيقة لجمهورهم بعد لان ديها الاخرى مش بتوضح الحقيقة لجمهورهم لان عارف ان النادي الاهلي لما بيروح ملعبهم النادي الاهلي بيحقق الفوز فبالتالي بيضللوا جمهورهم فشكرا لمسئولي غزل المحلة لكن استكمالا في فكرة المواقف اللي بتحصل انا جبنا موقفين الموسم ده وموقف 2016 عندنا كمان موقف كان المفروض ما يمرش مرور الكرام مباراة الزمالك والجونة الزمالك المفترض يسافر يلعب في الجونة لكن كان الزمالك عنده مباراة في البطولة العربية فتم الاتفاق ان برضو يتم تبديل ملعبي المباراة فتصبح مباراة الزمالك والجونة المقرر انها تتلاقي في الجونة تتلاقي في القاهرة نشوف كريم حسن شحاتة ونرجع نعقب لان ده تعقيم مهم جدا المسابقة بتوافق على طلب الزمالك الزمالك عايز مفروض الزمالك يلعب الجونة في الجونة الفترة اللي جاية بس الزمالك طلب ان يلعب المباراة بتاعت الجونة دي في الدور الاول على ملعب الزمالك في القاهرة لان الزمالك عنده بعديها مباراة الاتعاد السكندري في البطولة العربية والجونة وافق وتم تبديل اللقاء ما بين الزمالك والجونة الزمالك هيلعب مع الجونة الاول في القاهرة وبعدين الدور التاني يعني غيروا المطشين الدور الأول بقى الزمالك هيلعب الجونة هنا في مصر في القاهرة والدور الثاني الزمالك هيروح لعب الجونة في الجونة تقريبا نادي الاتحاد السكندري المغربي أو نادي الاتحاد السكندري السعودي تخيل أن نادي الزمالك بيتم إرحته عشان مباراة في بطولة عربية طرفها الآخر نادي الاتحاد السكندري وكابتن خالد جاي بيتكلم عن مباراة طلب غزل المحلة أنه هو يلعب في القاهرة الأول احتراما أو عشان مجاهسة الإجراءات الأمنية المتبعة ده كلام يا كابتن خالد طب نلخص الموضوع ده فيه نلخص الموضوع ده زي ما فارس قال هي فكرة إشعال الفتن وإشعال جماهير الأندية الشعبية ودائما تبقى يعني متربصة بالنادي الأهلي وتحصل أزمات بنكرر شكرا جميل غز محلة لكن رسالة لكابتن خالد بنوضحها له بشكل واضح جدا في التسانات في التمانينات في السبعينات فأي وقت كان النادي الأهلي بيسافر يلعب في كل الملعب ونادي الزمالك بيسافر بيلعب في كل الملعب النادي الأهلي كان برضو هو بطل الدوري لن يحدث جديد يا كابتن خالد لقيتنا في القاهرة إن شاء الله النادي الأهلي بطل الدوري لفينا ربوع مصر كلها إن شاء الله النادي الأهلي بطل الدوري والتاريخ بيقول كده وعدد البطلات بتقول كده فأرجوك بقى توقف عن النقطة دي لأن الملعب هيحدد فائز خاصة كمان أنه فيش جماهير يعني الموضوع أعتقد خد أكبر من حجمه كتير وعشان كده نروح لموضوع تاني